الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيدة عزدين القسام أبوة وبيدة وقال من أهم ما قاله كان هذا في فيديو بثته حصريا كلا عدى قناة الجزيرة قال سيد العميدة على إسرائيل وقف العدوان إذا أرادت أسرها أحياء وأنا سأربط هذا بآخر فيديو بثتها الأعلم العسكري لكتائب القسام اللي ظهروا فيها ثلاثة من الأسر الموجودين لدى كتائب القسام واللي ماتوا على يد جيش الاحتلال مرة أخرى هو أبوة وبيدة خرج وقال شيئين همين أولا سعى رسالة تطمين للشعوب العربية المتابعة والتي تتابع بشغف ما يحدث في غزة وما قاله يدل على أن أعداد الأليات المدمرة تقريبا وصل إلى 700 يعني وهذا أراه تقريبا لم يشهدوا التاريخ يعني كانوا مقاومة في وقت وجيز جدا لا يتعدى شهرين يعني يقضيوا على 700 آلية للعدو هذه إذن هي رسالة طمعنة رسالة الأولى ثم الرسالة الثانية هو التحذير يعني للجانب يعني للعصابة الصهونية المسلحة أن لا مجال أن يفكروا في استرجاع أسراهم دون وقف القتال والانصياع لشروط المقاومة الباسلة إذن زوز رسائل واضحة وجلية وهو يخرج كل ما يحس أن هناك يعني ربما بودر شك أو يعني خاطر بدأ الإسرائيلي يتبجح بوشود نفق ثاني خارج عن الخدمة وفقط لطمأنة الجماهير وتطمأنة معناها كل من يتابع الحرب في غزة أن الأمور ما زالت تحت السيطرة وأن حماس ما زالت ترمي صواريخ على تل أبيب وقادرة على مقارعة العدو واضح وحنا عنا تقوى ثلاثة دقائق من اللي بدين أكثر من الألفين متابع الأردن فلسطين لبنان مصر العراق تركيا عمان الجزائر المغرب تونس طبعا الحبيبة اليمن كذلك مرحبا بكم من اليمن شكرا على المتابعة سيد العميد تحدث أبو عبيدة وقال بأن الجيش الغادر الجيش المحتل اليوم يتبجح قال مثلا بأنهم يكتشفون نفق منتهي أصلحية بأنهم يحكيوا على مكاتب وبنايات قالوا ما رشقوهم بأطنين من السواريخ ثم يتبجحون بأنهم تمت السيطرة على هذه البنايات مرة أخرى الملثم يعري ما يقوله الجيش المحتل في الحقيقة العصابة السهونية مسلحة تجري لاهثة وراء أي إنجاز راه لا يعقل أن يكون قوات بهذا الحجم وبهذا التسليح وشهرين لم يتمكنوا من تقديم أي إنجاز حتى أن بدأ الشك يدب داخل حكومتهم وبدأ المنادات لتنحيط هذا وإيقاف عمل هذه الكابينات الحرب وهذا يدل أنه يتخبطون روش شهرين لما تكون عندك قوامك ستمائة ألف عسكري وآلاف الدبابات مزنجرات وطيران وأنت لم تقدم أي إنجاز هذا غير مسبوك الحرب كل حتى أوكرانيا الضعيفة قدمت بعض الإنجازات حتى أوكرانيا التي انهزمت كانت في وقت من الأوقات قادرة لإظهار بعض هجومات مضادة وبعض الأماكن التي تحتلها ويعني تقوم بالدعاية لها في الإعلام إذن هذا التخبط واضح يعني نفق منتهى للصالحية ثاني ما فيه حاجة شيء حيطان والقنوات الكل الأسرائيلية يعني تتبجح بإيجاد هذا النفق وأنا قلت سيجدون أنفاق أخرى لأنه الآن يعني توغلوا ويسيطرون عن عدة مناطق في شمال غزة وهذا وارد جدا من آلاف الأنفاق وآلاف فوهات الأنفاق لابد أنهم يعطرون عبادة الأنفاق هذا لكن يعني ردة الفعل دليل على هذا التخبط دليل على أن هذه العصابة السهولية المسلحة تعطش كبير لأي إنجاز أنا قلت الإنجاز راه هو اللي بيش خليهم يخرجوا هما وصلوا إلى حافة الهاوية ولكن لا يمكن لهم أن ينسحبوا لانسحاب يعني هزيمة والهزيمة يعني تفكك الكيان المختصب هذا الإشكال الآن الوقت يداهمهم الضغط العالمي يزداد بطريقة رهيبة الآن الكل ينتظر مجلس الأمن والأمريكي يحاول بأقصى إمكاناته تأجيل الاجتماع لأنه يعرف المرضية لا يمكنه استعمال البيتو لأنه سيصبح مسؤولا عن الإبادة الجماعية والعالم الكله حتى فرنسا حتى ماكرون غير معناها كلامها قال يعني جملة واضحة قال يعني القضاء على حماس لا يعني القضاء على المواطنين العزل في غزة هذا رئيس فرنسا لي كان معناها قال أنا معناها أساند إسرائيل يعني مساندة مطلقة تغيرت الأمور والضغط بدأ يزداد والوقت يداهمهم ويحاولون بأقصى إمكانياتهم إيجاد أي شيء ولكن مع الأسف هذه مسألة لك ثلاثة راهي كما قلت البارح راهي عندها تداعيات كبيرة 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 واضح مروا الجيسمي تقول لي المقاهي في المحمدية الكل تحط البرنامج كل يوم من سبعة لثمانية تحية كبيرة لكم فالمحمدية وعلى شهر نمشي نجور ونظروهم سيد العميد ونمشي بحديهم للمحمدية إن شاء الله بعد تحرير القدس وفلسطين نمشي حتى الفلسطين إن شاء الله نهار العرب الكل ينجم ويدخلوا الفلسطين ويخرجوا منها كما يحبوهما سيد العميد نتنياهو من الجانب الآخر وفي آخر تصريح لي وآخر كلمة له نتنياهو يقول لن تنتهي هذه الحرب إلا مع انتهاء حماس وقال في آخر جملة في التصريح قال سأحرصوا على أن لا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل بعد هذه الحرب يتوعد نتنياهو أليم أكد كلامي بالحر قل تراه لو يتوقف الآن سيقطع رأسه سياسيا هو يعرف هذا إذن ما هو الحل بالنسبة له هو إنسان مريض وإنسان يعني هروب الأمام يدل على أنه فعلا لا يفكر إلا في مستقبله السياسي وفي أي طريقة تمكنه من الأفلات بالعقاب أمد الحرب سأحاول أن أتصور كيف يفكر نتنياهو يفكر أن كلما طال أمد الحرب وكلما كان هناك بصيص للنصر يعني تحقيق انتصار ربما هذا سيشفع له ويعني يجعل الأمور يعني تخفف عليه ما ينتظره من أحكام على مشاكل الرشوة ومشاكل الأخطاع التي قام بها وخاصة مشكلة سبعة أكتوبر راهو أنا أعرف كيف يفكرون وكيف يشتغلون سيحملونه بنسبة 100% ما وقع يوم سبعة أكتوبر إذن مفهوم واضح الآن أنه يحاول بأقصى إمكانياته اقتلاع انتصار ولو جزئي مع إطالة أمد الحرب ليقدمه كنوعا ما تعويذ للأخطاء الفادحة التي قام بها والرشوة وأخطاء القيادة وغيرها وغيرها إذن مفهوم هو مفهوم بالنسبة لك سيد العميد كخبير استراتيجي وكقائد عسكري سابق مفهوم ممكن لمن يسمعنا لمن يحاول أن يفهم معنا لكن هناك البعض الذين يكتفون ممكن بتصريح من نتنياهو أو بتوعد من الناطق الرسمي باسم جيش حسام جيش الاحتلال هناك من يتابعون هذه التصريحات أو يتابعون ما يقال في الصحافة العبرية ويقولون لماذا توهمون هنا بنصر في الوقت الذي يتوعد فيه جيش الاحتلال وفي الوقت الذي يقدم لنا جيش الاحتلال صورته على أساس أنه جيش قاعد يقدم ويتوغل ويربح أنا قلت لم أجازف يوما بأن أقول كلاما يخرج عن العلم العسكري لا أسامح نفسي لن أسامح نفسي إذا قلت أنا لا يمكن أن أتكلم عن إيهام نصر خلنا نرجع للأمور العسكرية النتائج العسكرية ماذا تقول؟ تقول ما هي النتائج الآنية للحرب ماذا خسر هذا؟ نتكلم عسكريا رأوا المدنيين لما يموتوا مدنيين رأوا مش انتصار رأوا قتل المدنيين لا يمكن وضعه في خانة إنجازات الحرب إنجازات الحرب ما معناه؟ معناها هناك زوز قوى متقابلة النتيجة الآنية ماذا خسر هذا الجانب؟ تكتيكيا عمليتي وستراتيجيا وما خسر الجانب الآخر تكتيكيا وعمليتين وستراتيجيا ما نشوف واحد عمليتيا تكتيكيا شهرين ما أنجزوا حد شيء العصابة هذه الصيونية ما أنجزوا حد شيء عمليتين تشتت بين ثلاثة أو أربعة يعني مسارح عمليات وضيعين وستراتيجيا خسارة فاتحة رجعت القضية الفلسطينية على الواجهة العالم استفاق والرأي العالم العالمي كله الآن استفاق أن هذه عصابة وليس الدولة يعني الأصوات في العالم كلها ارتفعت وعديد عديد الإجازات من جانب يعني الآخر شفنا معناها وثقوا كل العمليات نتاحهم وكل قتل معناها قلت أنا سميتها إعجاز عشكري لأنه ما صارش رو في التاريخ حتى الروس بإمكانياته ولي عندهم لم يوثقوا جميع العمليات يوثقون بعض العمليات لكن هذا وثق جميع العمليات ودك العصابة هذه الصيونية وكل ما حطم ودمر وقتل إلا ووثقوا وصوروا إذن كيف نتكلم عن إيهام مستحيل العمليات يعني سيد العميد بالنسبة لك عسكريا النجاح أو الخسارة في الحرب نقيمها حسب الخسائر العسكرية الخسائر في الجنوب